سيد جمال انا اتحركت على اللي حصل في الملعب ما بين الاسماعيلي والمقاولين. تمام. شفت الجماهير كانت بتعمل ايه? تمام. هل متوقع ان ده يحصل? في 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 الماتشين بتوع النهاردة? لا خالص. لان امور هادية. هادية. ليه? ازاي هادية مش فاهم. هنيجي في الزمالك تحديدا والحرس النهاردة. اه دول اه يعني جماهير الزمالك عارفة الدرس جيدا ما حدثة لالترس الاهلي نتيجة الخروج. ام. مش عايزين نتخلص. هي يعني ازا كان فيه شغب في المرحلة اللي قبل كده هي عندها وعي شديد جدا ان الامور لازم تعدي. وعن انت فرقتك المفروض تكسب. ام. يعني لو حدث صورت غضب من جانب الزمالك هيبقى ضد لعيبته. طب ولو حصل وخسر الزمالك. هيبقى ضد لعيبته. مش ضد ان هو يكسر ويعمل يعني حاجة بين وبين ابنك انت يعني انت فرقتي كل ظروف متاحة انك تعملي ماتش كويس وانك تفوزي وتطلعك. اهلي ببرة اسماعيل ببرة انت عيلا نقصك. فده ممكن تبقى صورة داخل داخل. دايما بيقولوا التحكيم وحاجات في اوزار كتير كده. كان الله فعون اي واحد مصري اي حاكم مصري. احنا ما يجي حاكم اجنبي بنيجي بنيحترمه ايه? من اول المصريين بنطلق مش عايز اقول اللي بنعمله في المصريين وبينيه حرام. حرام اللي بنعمله في اتحاد الكورة. حرام اللي بنعمله في كل مصري يتولى منصب. يعني احنا لو جبنا يعني واحد زي سمير زير جيه وجيه واحد خواجة. هنعمله تعظيم سلام. اللي انا قلت كلمتي. افضل الناس اللي موجودين انك كونك كل حالة الفوران دي وتستمر وتمشي وتنتج وا وا وا. انت راجل المفروض المنطق بيقول لازم نقول لهم شكرا. انا عايز اقول لك على حاجة. الدور بتاعنا من اعظم الدوريات الموجودة في شرق الاصل الدول العربية. محدش ومستوى ايه? انت بتشوف دلوقتي الفرقة او بتشوف المباراة بتتمتع بتشوف مباراة. اهداف وتحركات وحاجة جميلة جدا. محدش قال احنا وصلنا النقطة دي ليه? مه. وصلنا لانا فيه انديت شركات وفيه انديتها تانية دخلة وفيه فيه حالة رواج. مبنشوفش في عينينا الا الحاجة السلبية. مه. عينينا دايما فيه حاول. نشوف الحاجة الوحشة ونمشي عليها. انا شايف ان الحكام حكام مصري تحت الضغط ده وتحت الصحافة المرعبة اللي ممكن تكون منحازة بطريقة او باخرى ده كله عايزة 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 يعمل ايه? مه. مش مأنا بنوفر الحماية الاجنبي ونيجي بنرفضها للمصري. هو احنا كده? لأ عايزين نغير من سلوكياتنا للافضل. يكون عادة حتى ما نيجي ننقد واحد او نيجي نقول له مفضلك انت كنت كويس في كذا في كذا. لكن في نقطة كذا كذا ممكن نحاول تشجع. ليه الاعلام مابيشجعش في الرياضة. مه. يأقول لك تحديدا الترس الاهلي. ولادي الترس الاهلي. مه. فخور ان يوادي بينضموا لهذا لهذا التجمع. ناس بتروح تقتع تذكرة. مه. وتروح تشجع。 طول النهار اتشجع فرقيتها. مه. انا ببسوط. يم. انت ما اقول الاهل انت ما قول البيت وها discs كمال في زي ما انت بتتكلم كده عن الاعلام في بعض الناس بعد ما حصل من التراص الاهلية. بعد ما حصل من التراص الزمالك. بعد ما ما حصل ما بين المقاولين وما بين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لا لا ده حزب الوطني هم اللي عملين يكسروا. لا ده اصلة راس اللي ما يعرفش ميه. وفي الاخر بعض الاصوات بتطلع في الاعلام يقولوا لما تلغوا الكرة في الفترة اللي جاية دي احنا مش نقصين. انا معك. بس اتعرف. ارد حضرتك ايه على الموضوع. خلينا منصفين ونقول كلمة حق. تفضل. الحزب الوطني والي بتاع والي في الوقت ما فيش الكلام ده خالص. اه. ده افلاس. الملعب موجود لان قبل كده كان فيه مشاكل وقبل كده فيه مشاكل. اه. اللي بيحصل فيه. بس تزايدت دلوقتي شوية. لا بالعكس. محالة الاحتقام في الشارع مع انت ملعب ده ايه? الملعب ده انعكاس لكل الاطياف السياسية موجودة في الملعب. لكن تعال نقول. ولادي هناك. فضل. ولادي موجودين. فضل. ايه اللي حصل? اه. انا الترس انا بقول لك انا يعني مش هقول لك علاقتي بال يعني انا فرحم بالمجموعات الالترس. مفخور بيها. لاني شوف التشجيع. شوف قبل كده قبل المجموعات دي تعمل. لكن هو في حاجة. انا غاضب من الترس الاهلي في الموقع اللي فاتت. مه. وكتبت. قلت يا معا لا ده خطأ في كذا في كذا في كذا. لان هو زابط الشرطة ده مين? مخويا واخوك واه 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 واه. واحنا ليه بنحملوا الموضوع ده ونقعد فيه? لا. تمام. افكرك كان الدور هيتلغي. مه. لو لالترس الاهلي في اول مباراة للشرطة. مه. وراح تعهد بعد ما كان فيه مباراة الزمالك مع فريق افريقي وآآ دخل الناس وعملوا شغب. نعم. كان فيه فكرة. وزير الداخلية جيه واربعتاشر آآ آآ لواء قاعدين. الترس الاهلي في مباراة للاهلي والشرطة كانت اول مباراة بعد هذا الشغب. مه. دخل وزبط الموضوع وكان اعدنا الدوري للناس. للشعب. والكورة. مه. حاجة حاجة من الرواق وحاجة جميلة جدا ومطلوبة. فانا عايز اقول بس بعد اذنك. مه. دفعوا ايديكم عن الرياضة المصرية. اللي عايز يحاول ياخد شهرة. ما ياخدش مشروعية او شهرة او منفذ. من خلال لا. ما تلعبوش في الحتة. اللي ما زالت مستقرة وما زالت جميلة كلنا بننظر لها بنظرة. حاجة انسانية بتطهر جبه انا. ده ده اللي انا عايز اقوله يعني. تحديدا. سريع يا استاذ كمان النهاردة شيكابالا هيلعب ولا? هيلعب نهاردة بس انا اقول المشكلته. هو هاني سعيد كانت مشكلة بسيطة. هم. شيكابالا من نوع او من اللعيبة اللي هم بيبقى حامي شوية على على يعني زي ما واحد بفرقته زي يبيده وزي يخلافه. عايزين نحط القطار ده. لكن هو ما اشتركش مع هاني سعيد. ده هي كلمة عتاب بينه وبينه. واحمد جعفر وابراهيم صلاح النهاردة مش موجودين. وارد. اه لكن. ممكن طبعا يأثره. اه ممكن طبعا يأثره لان احمد جعفر من اللعيبة اللي ماخدش حقها ومن افضل لعيدة الزمالك. ولد رمانة بيلي. هم. يعني حاجة كده ايه هو رمانة ميزان. يعني هو هو ولد اه شيك او في الملعب يعني هو مظلوم اعلاميا وجوده او عدم وجوده بيأثر على نادي الزمالك ده شيء طبيعي جدا. ساس كمال شكرا جزينا لك. ونتمنى ان حداك تجي لنا بقى بعد الماتشين دول. نكمل ونشوف ايه اللي هيصل او ايه اللي توقعات لحدك قلتها اه اه اتنفزت ولا لا. وآه نورتنا يا فندم وآه نتمنى كل التوفيق لك ولولادك التراص. نهارك سعيد. نسيقا نسيقا. نهارك سعيد نسيقا.